شكرا لك سيد الرئيس الآن أقدم الرئيس التونسي أصحاب السعادة والسمو أود أن أتوجه أولا بالشكر إلى كل الذين قاموا بتنظيم هذه القمة وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا والرئيس الفرنسي إمانيال مكرون أذكر هذا لأننا تقدمنا معا وفي نفس الوقت ربما ينسى الكثيرون ذلك بمبادرة أمام مجلس الأمن الدولي وصدر قرار بالإجماع للمصادقة على المبادرة التونسية الفرنسية حاولنا منذ البداية أن نقارب هذا الاشتراك أو هذا الوضع المستجد الذي لم تعرفه الإنسانية من قبل مقاربة جديدة ومقاربة الأمن والسلام مقاربة مختلفة عن الذي عهدته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد استصدار هذا القرار تم توقيع عددا من الاتفاقيات مع القادة وتم نشر ذلك في أبرز وسائل الأعلام منها خاصة الأتفاقية دولية للتأهب للجوائح السحية وللاستجابة لها وتونس عملت بدون هوادة بدون توقف على أن تكون هناك مقاربة إنسانية مختلفة تماما عن المؤقربات الدولية تذكرون كيف تم غلق الحدود في وقت من الأوقات صارت كل دولة تنشبه معزولة عن الدولة الأخرى وكأننا عدنا بالتاريخ إلى الوراء أتقدم بالشكر أيضا لكل من سهمه في هذا الوضع الجديد في تاريخ الإنسانية ولك الوضع ما قبل الكوفيد وما بعد الكوفيد كأننا نتحدث ما قبل المسيح وما بعد المسيح ولكن أنتهزوا هذه الفرصة لتحدثه عن نقل التكنولوجيا وعن هذا الوضع القائم والذي يتعلق بعديد القطاعات الأخرى لماذا بعد ستين سنة من استقلال الدول وسبعين سنة مازلنا تقريبا لم نتقدم والأرقام تدل على التفاوت في التقدم في مسألة البحث العلمي علما وأن عددا كبيرا من الأطباء والعلماء من بلادنا الإفريقية يعملون في دول الشمال أذكر أرقاما في تونس وعدد الأطباء والمختصين الذين تحولوا إلى إيطاليا في وقت من الأوقات حينما اشتدت الأزمة وعبر الرئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الوقت على أنه لم يعد هناك مكان سوى أن ندعو الله بالشفاء للمصابين الكفاءات متوفرة لابد أن نقارب المشاكل القادمة بنفس الحس بنفس الشعور بالمسؤولية ونعمل أيضا على التصدي لجائحات يمكن أو لجوائحة يمكن أن تعرفها القارة الإفريقية وهي كثيرة ربما نركز على عدد المصابين بجائحة الكوفيد وعلى عدد الوفيات ولكن هناك أيضا وفيات أخرى نتيجة لأوضاع صحية متردية في عدد كبير من البلاد الإفريقية ربما اليوم وهو يوم تاريخي وأشكر الجميع مجددا ولكن لابد أن نصنع التاريخ خمعا بالنسبة لجوائح قادمة وبالنسبة لتعاون مثمر وتصور لأليات مختلفة على الأليات التي أبرزت جائحة كوفيد أنها منقوصة وغير كافية وكان العمل مذنيا في فرنسا وفي الاتحاد الأوروبي وفي دول الأفريقية في الإيجاد مثل هذه الأليات والشكر المتجدد لكم لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرات وتونس ستكون في الموعد وستكون أيضا من بين البلدان المنتجة لهذا اللقاح تطرح عدة مشاكل تتعلق بالملكية الفكرية والأدبية ولكن هذه المشاكل لابد أن نتجاوزها لأن الملكية الخاصة في مثل هذه المسائل الجماعية التي تهم الإنسانية جمعا يجب أن نقاربها أيضا مقاربة مختلفة عن المقاربات المعهودة والمتعلقة بهذا الصنف من الملكية شكرا جزيلا لفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون شكرا جزيلا أيضا على ما قام به الاتحاد الأوروبي وسنعمل في المستقبل اليد في اليد من أجل مستقبلا للإنسانية جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر